موسيقى أهلا وسهلا أحبائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج مزامير وكلمات يسعدنا باستمرار أن نلتقي معا حول كلمة الله المباركة كما أرحب ضيف كريم وخادم مبارك للرب الدكتور ناجي سكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا أهلا وسهلا بك دكتور ناجي أهلا يا أخواني اشرفني أن أكون معكم في هذا البرنامج الرب يباركك وده امتياز لنا وانت سبب بركة شكرا لك احنا سجلنا بعض حلقات وهناخد منك كل اللي عندك أنا عارف أن الرب أعطي لك كتير قوي يخرج الرب من كنزك جددا وعطقا المجدلي أمين يا رب النهاردة يا دكتور عايزين نتأمل في مزمور 102 أيو تحت عنوان صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكوا قدام الله يا بخت اللي يعمل كده بالزبط كده هقرأ الأعداد بس التلاتة الأولى وهنتأمل في كل المزمور خلال الحلقة بتاعتنا باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين يا رب استمع صلاتي وليدخل إليك صراخي لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي أمل إلي أذنك في يوم أدعوك استجب لي سريعا لأن أيامي قد فنيت في دخان وعظامي مثل وقيد قد يبست الحقيقة العنوان ده عنوان مؤثر جدا وكلنا نقدر يعني ننتمي إليه لأنه صلاة لمسكين إذا أعيا إنسان تعبان جدا وفي حالة إعياء الإعياء ده قمة التعب مفوش طاقة خلاص لكن شيء جميل أنه سكب شكوا قدام الله فاللي عايز أقوله في البداية أخ منير لما أكون في حالة تعب بعمل إيه عادة بحاول أحل مشاكلي بنفسي عادة بحاول أروح لأصدقاء لي يرشدوني لكن هذا المسكين اللي أعيا سكب شكواه قدام الله وده المكان الصح اللي لازم نكون فيه لما حزقية الملك في العهد القديم هدده سنحاريب الملك وأرسل رسائل ترياء عليه وإن قوتك دي ولا حاجة وكلام زي كده شيء جميل قوي حزقية أخذ الرسال دي ونشرها قدام الرب يا رب شوفهم بيقوله إيه يعجبني خادم يقول احنا مش هنحط الحاجات دي على مكتب الأرض بالزبط لكن هنحطها في مكتب السماء مكتب الله قدام ربنا بالزبط كده فطلبات صلواتنا غالية جدا على الرب يعني حضرتك من خلال المزمور ده بنشوف ربنا كالإله الأبدي بالزبط كده يعني الإله صاحب القدرة وصاحب الإمكانية وده بيذكرني على فكرة لما يقول صلاة لمسكين يذكرني بكلام مزمورة 34 هذا المسكين صرخ والرب استمعه ويكمل ويقول عبارة رائعة ومن كل دقاته خلصا بالزبط كده فهو في المزمور ده بنشوف مقارنة كبيرة قوي بين الإنسان وأن حياته بتزبل وصغيرة وأن الله الأبدي ففي مقارنة بين حكتين إنسان معيا بيقول إن حياتي دي بسيطة وظل وبتنتهي والقلقة كلها تأن وتتمخي بالزبط وبعم بيقوله أنت إله أبدي أنت إله فوق الزمن أنت إله ليك مطلق الحرية فالمقارنة دي مشجعة جدا يعني بتخلي حجم مشكلتي يتحل بالإله الأبدي ده مزبوط لكن لو هو إله أصغر مني أو أضعف مني خلاص ما بقاش إله مزبوط فهنا مقارنة بين ضعف الإنسان وقوة الله أنا دايما أقول لما تحصل معي مشكلة أنا بتخيل إن ربنا قاعد كده وبيعمل كده وبيقول هعمل إيه في مشكلة الواد منير ده ربنا ما بيعملش كده خالص ده مشاكلنا معروفة عنده بالزبط ظروف حياتنا منحناياتنا اللي بننزل فيها جزء من الخطة بالتأكيد هو مش عايزنا ننزل في المحاق بس إذا نزلنا هو ما بيسيبناش وبيقولك أنت تستاهر رجلك تتكسر لا بيعملش كده أبدا خالص لكن بيرفعنا وبيرجعنا على الحط المزول بيجمع الحملان وبذراع يحملها بياخد التعبان البسيط اللي مالوش طاقة زي المرنم هنا لأنه بيقول إنه إنسان إذا أعيا وبعنين سكى بشكواه قدام الرب فهو بيقول لي يا رب استمع صلاتي بيعجبني يا أخ منير الصدق الكامل في التعبير هنا بيقول له لا تحجب وجهك عني يعني بيقول لي يا رب أنا مش شايفك أنا أنت ممكن حرمني من أي حاجة بس ما تحرمنيش من أن أشوف وجهك بالزبط وده اللي موسى قاله للرب قاله إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا من هنا لأن ما فيش داعي هتبقى مشكلة مشكلة ملاش حل يعني كأنه عايز يقول له يا رب ما تحاولش مش هنسيبك ما تمشيش معانا بس زبط كده والإصرار ده على رؤية وجه الرب وقيادة الرب لحياتنا شيء أساسي جدا في حياة المؤمن على فكرة في صفر خروج صحح 33 الحديث اللي حضرتك بتقوله دوت بحس إن في الآخر موسى انتصر على ربنا يعني في الأول قال له مش هنمشي إلا ومشيت معانا قال له أمشي معاك ونتو ده أنتو شعب صلب الرقبة ولو جيت في وسطيكم هفنيكم وكده فصح 34 في عدد عشرة في صفر الخروج يقول العمل الذي أنا عامله معك رهيب كأنه وقال له كده قابليها قبل عدد عشرة قال له اللي انت عايزه بقى قول إيه ده المحبة بتغلب بالتأكيد بالتأكيد والرب عايز يشوف إصرارنا وتمسكنا بيه عبركة بالزبط إنه إحنا إنه دي مش حاجة آية لو حصلت حصلت ما حصلتش ما فيش مشاكل إحنا مكملين إذا بركتنا يا رب إذا عايزت بركنا فأزيوا لايك بس زبط كده ده مأساة ده عدم الإصرار وعدم الصدق والجدية مع الله فالله هنا المرنم بيتقدم له بيقول له يا رب ما تحجبش وجهك عني في يوم ضيقي بيقول له أمل إلي أذنك في يوم أدعوك استكب لي سريعا وبعد يقول له يا رب شوف الحكاية إزاي لأن أيامي قد فنيت في دخان أزامي وصل وقيد قد يابست ملفوح كالعشبي ويابس قلبي حتى سهوت عن أكل خبزي بيقول أنا نسيت أكل أنا تعبان أنا مليش نفس أنا مليش طاقة ودي حقيقة على فكرة الكلام يقول له ده عملي جدا مرات الواحد من التعب تبقى ممكن طول اليوم مش آكل وتيجي آخر اليوم تتخيل أنك أنت هتروح بقا بجعله وتأكل بقا بس من كتر التعب أنا مش قادر أنا عندي تعب شديد أنت حضرتك جراح وأكيد في العمليات ممكن بعد يوم طويل تحس بالإرهاق الشديد وتبقى عايز بس تقعد كده وترفع رجليك وتبقى تفتاح بالزبط كده فأنا حاسس أن ده طريقة اللي بيعبر بيها بيقول له أنا معيا جدا ما عنديش طاقة ما عنديش رغبة في أي حاجة مش قادر أكل مش قادر أعيش بيقول له بعد كده فعادة خمسة من صوت تناهدي لصق عظمي بلحمي يعني من كتر ما هو عمال يصرخ للرب لصق عظمي بلحمي هنا بقا بيورينا صورة شخص يا دكتور مصر في الطلب يعني شوف هنا ما قالوش بريكني وإذا مش عايز خلاص لا هنا لصق عظمي بلحمي ده واحد مكافح في الجفاف ده فقط كل طاقة عنده من كتر الإلحاح بالزبط من كتر الإلحاح وبيقول أشبهت وقوق البرية صرت مثل بومة الخرب سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح اليوم كله عيرني أعدائي الحنقون علي حلفوا علي أني قد أكلت الرماد مثل الخبز ومزكت شرابي بدموعي شوف قد إيه بيوصف وصف شورة قاسية جدا ألم والمشقة يعني لو واحد بيرسم لوحة دي هيرسم إيه هيرسم إيه بالزبط هو بيرسم لوحة بكلمات وتشبيهات قوية جدا عشان تعبر عن حالة الإعياء والتعب اللي هو وصل إليها بيقوله بسبب غضبك وصختك لأنك حملتني وطرحتني أيامك ظل مائل وأنا مثل العشب يابس بيقوله أنا مجرد ظل أنا مليش أي موع أنا مش مستمر أنا مش مستمر في تصرفاتنا كتير يا دكتور بنحس كأننا قاعدين على الأرض للأبد بالزبط وأننا نخلدين في الدنيا دي فتبص تلاقي أنا بشوف برنامج لقضية مشهورة في أمريكا اسمها جاج جودي بشوف الأب اللي بيشتكي ابنه وهي نفسها بتتدايق من الكيسز دي في يوم شفت حلقة بيقول الراجل بيشتكي ابنه لأنه جي يعمل له شغل وأب دفع له فلوس والابن ما كملش الشغل والابن كان بيمر بظروف طلاق وكده أنا بستغرب والجوج دي قالت للراجل دي قالت له ده ابنك وبيمر بظروف صعبة وانت مش قادر تشيل وما حكمتش لصالحه خالص الراجل اللي أنا عايزة أقوله إنه إنه إحنا يعني مش بنقدر ظروف بعض بالزبط ومش بنحس ببعض ربنا بيحس بينا بالتأكيد فهات شكواك عند على مكتب السماء المرنم حاطط له بيقوله يا رب أنا ما عنديش حاجة أنا خلاص يبست كالعشب وأنا كظل مائل وبعد بقى هيبتدي في الجزء التاني يقوله أما أنت يا رب فكذا الجزء اللي أنا بيحكي له أنا أنا إيه وبعدني يقوله أنت هو أنت إيه بقى يعني الملخص أن أيام الإنسان في الجزء الأول أيام الإنسان محدودة جدا مليانة بالمتاعب الخليقة كلها تأينه وتتمخد معا صح وحياة الإنسان كالبخار أو العشب اللي بتيبس بالزبط البخار اللي بيطير أو العشب اللي بييبس بالزبط يعني نفسي ربنا يدينا استنارة أنه عايزين ناخد أكبر فايدة من الحياة بالزبط وأكبر فايدة هنسمعها بعد الفاصل أحباء المشاهدين ابقوا معنا فيه كلام مهم جدا جاي سمعنا كلام عن الإنسان المتعب وإحنا كلنا 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 في الهوى سوا زي ما بيقولوا لكن عايز تسمع بقى عن هذا الإله العظيم خليك معنا ونعود ليك بعد اللحظات أهلا وسهلا أحباء المشاهدين قبل الفاصل شفنا الصورة القاتمة لكنها الصورة الحقيقية لأيام الإنسان القليلة والمليئة بالتعب والمشاكل لكن فيه كلمة جات كده في أول عدد 12 وأما أما أنت أما أنت دي تحس كأنه بيقول اللي فات يا ربكم ده حاجة واللي جاي ده كلكم تاني بالزبط وكأنه عايز عارف المثل اللي يقولك الغرقان يتشعلق في أشايا بالزبط بس ده مش أشايا بقى ده لقى المركب العظيمة فلك النجاح بالزبط كده فزي ما يتشعلقش فيها الراجل الغالبان اللي مأشب عنه وطعب المسكين الγάبي زي ما أهل في بداية المensaول بيقوله أما أنت يا رب وده الشيء اللي لازم يكون محطوط قدام عنينا دايما أما أنت يا رب الظروف زي ما تكون أما أنت يا رب الصحة زي ما تكون أما أنت يا رب الأعباء اللي على الواحد زي ما تكون أما أنت يا رب لما نحط أما أنت يا رب في حياتنا حياتنا ستكون لها طعم تاني خالص مثل الفريسي والعشار اللي راحوا ليصلوا. الفريسي صلى عشان نفسه. صلى حكى عن حياته. هو صلى لنفسه بصراحة. بالضبط. قال أشكرك يا رب لأني. مش لأنك. فهي المشكلة في اتجاه الصلاة. هل الصلاة الجوة لي أنا؟ ولا للرب؟ فالمرنم هنا قال له أما أنت يا رب فإلى الظهر جالس وذكرك إلى دور فدور. وكلمة جالس هنا تعني السبات. أنت يا رب جالس. أنت مستريح. أنت ثابت. كل اللي حوالينا متغيرات. لكن أنت ثابت. ده يفكرني بصورة الأسد. اللي قاعد في الحديقة أو في الغابة. وتشوف الولاد قاعدين ويصرخوا عليه. وهو مش بيرمش. فدي الصورة بتاعت فإلى الظهر جالس. حسسني أن ربنا. وأنا عايز أشجع ناس تعبنين. حسين أنه كأنه فين ربنا. المتقلمين بسبب داعش. والجماعات المتشددة إسلاميا. دولا بيقولوا في ناس منهم بسبب الظروف. يقولوا ربنا فين. طبعا. عايز أقول لك ربنا. صدقني ربنا جالس. والإله المحب ده والحلوة دلوقت. واللي بيتمنى الخير للكل. هيجي يوم هيبقى الإله الديان. طبعا. وهيبقى القادل عادل. وهيرد ليكم المسلوب. سيخرج مثل النور برك وحقك. مثل الظهيرة. حتى لو فقدت شخص عزيز. طبعا. عايزك تتعزى وتنتظر الرب. لأن فترة الأرض دي صغيرة جدا. صدقني. الأبدية طويلة مع المسيح. يا بخت اللي مات في المسيح. يا بخت اللي بيتألم من أجل المسيح. وعايز أذكرك بالكلمات دي. أما أنت يا رب فإلى الظهر جالس. بالضبط. وذكرك إلى دور فدور. فالله كلماته وقدرته تستمر إلى الأبد. إلى الزمن. لما ينتهي الزمن. بيقوله أنت تقوم وترحم صهيون. لأنه وقت الرأفة. لأنه جاء المعاد. أيوة. فالرب بيرحم لأنه إله رؤوف. مش لأننا نستاهل الرحمة. لكن لأنه إله رؤوف. وده برضو من السوابت اللي بتساعد حياتي جدا. أنا ماستاهلش الرحمة. لكن هو من أجل محبته الكثيرة. من أجل رحمته. من أجل محبته لنا. وبعدين بيقوله. لا. قبل بعدين. لأنه جاء المعاد دي كلمة كبيرة. طبعا. يعني في موعيد ربنا لها وقت. بالضبط. وإحنا مرات بنستعجل الرب يا دكتور نيج. تأكيد. لما الرب قد الوعد لإبراهيم بإسحاق. أيو. قعد بين الوعد وبين تنفيذ الوعد 25 سنة. بالضبط. في الأثناء دي الأخت صار ربنا يباركها. طبعا. قدت مشورة لإبراهيم. ياريت وما كان سمعها. بالضبط. لكن. اللي إحنا عايزين نقوله إن ربنا عنده الموعيد وبتتنفذ. بس جاء المعاد. معاد الرب مش معادنا إحنا. بالضبط. علينا نظبط ساعتنا على ساعة الرب مش العكس. مظبوط. طبعا. وعارف في سفر الرؤية لما بيكلم الكنيسة سمرنا. أنا أعتقد بيقول لهم فيه ضيق عشرة أيام. يعني ليه بداية وليه نهاية. محدود. فالرب عارف المعاد. إحنا مش بنقلل من ألم إخواتنا اللي عايشين تحت ظروف قاسية بالمرة. بالمرة بالمرة. بالعكس إحنا شعارين معهم. بتأكيد. لكن بنقول لهم أما أنت يا رب. ولأنه جاء المعاد. أيها رب. بيقول له لأن عبيدك قد سروا بحجارتها. بيتكلم عن صهياء وأن مركز وجود الرب في العهد القديم. أنه سروا بحجارتها حنوا إلى ترابها. فتخشى الأمم اسم الرب. وكل ملوك الأرض مجدكة. إذا بنى الرب صهياء ون يرى بمجده. يعني بيقول له إحنا عايزين نبني هذا المكان تاني. علشان ده المكان اللي فيه المجد والكرامة بتاعتك. عايزين نرجع تاني. الشعوب كلها تشوف النور اللي جاي من هذا المكان. طيب أنا بلاحظ حاجة دكتور نيجي. أنه الشعوب بتشوف مجد الرب علينا لما يكون فيه ضيق. واضطهاد. صح. بس تهدى الدنيا يبتدوا المسيحيين كل واحد يشوف الأخطاء عند الثاني. بالضبط. هل توافقني أن دايما الضيقة والاضطهاد هي التربة للانتعاش؟ هي أحد الترب للانتعاش طبعا. بس يريد من غيرهم. يعني عمر ما الواحد هيصلي يقول يا رب ابعت الضيق. ابعت الضيق عشان مصبوط. لكن في نفس الوقت يريد نتعلم من هذا الضيق. مش لازم نتحط في طريق صعب علشان نبتدي نمجد الله. يريد نمجد الله في أوقات الرحب كمان. أو نصرخ لي في الأوقات العادية. بالضبط. مش لازم أوقات الضيق. لأن احنا احتياجنا دائم إليه. لأن احنا عايشين به نتحرك ونوجد. فإحنا محتاجينه على طول في الضيق وفي الرحب. بس المشكلة زي ما حضرتك بتقول في الرحب بمرات. نقعد ننتقد بعضنا البعض. وننسى أننا لدينا هدف. والهدف هذا تبقى. ولينا عدو واحد هو الشيطان. بالضبط. الذي نحتاجين دائمًا نحاربه. أيها. ومناش أعداء من البشر. خالص. من يناصبون العداء نصلي من أجلهم. لأن المسيح علمنا صلوا لأجل الذين يسيقون إليكم ويتهدونكم. تفضل. بيقول بعد كده. التفت إلى صلاة المضطر ولم يرزل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر. وشعب سوف يخلق يسبح الرب. نتيجة كل الأحداث دي. أن في ناس هتشوف الرب وتسبح الرب. لما نشوف أما أنت يا رب. عارف الآية دي. وشعب سوف يخلق يسبح الرب. فكرتني. إحنا ربنا فتح لنا أبواب مع أحبائنا اللاجئين. إن كان في لبنان أو في العراق أو في تركيا. فلما نسافر نخدم. أنا واحد من خدام الرب الأطقياء. نرى كميات الناس اللي جايين للمسيح من خلفيات غير مسيحية. نرى اللي جايين من خلفيات مسيحية إسمية. كانوا بيرفضوا الإنجيل بشدة. نرى اليزديين اللي بيعبدوا ملك. من نور أو الشيطان. طبعا الشيطان يغير شكله أصولة ملك نور. نرى كل الناس دي كل يوم صدقني يا دكتور ناجي. بيجوا عند المنبر ويدوا قلبهم للمسيح. ويسبحوا الرب. شوف التسبيح بتاعهم بقى. حاجة تاني بقى. تسبيح وزغاريت وهتاف. حاجة مفرحة جدا. طبعا. ربنا بيعمل اللي يمدي دي. ربنا زي ما قال واحد بيدرب ضربة معلم. بجد. طبعا. لأن مجيء المسيح صار قريب جدا على الأبواد. طبعا. بيقوله أنه أنت يا رب تشرف من علو قدسك. الرب من السماء إلى الأرض النظر. ليسمع أنين الأسير ويطلق بني الموت. يعجبني قوي أن الرب من السماء عشان يسمع صوت الأنين صغير. اللي أنا وأنت مرات مش بنسمعه. والمرات لما بنسمعه بنهمله. لكن الرب من السماء أشرف عشان يسمع صوت صراخ المسكين ده. اللي بدأ هذا المزمور. فبيقوله أن أنا أسمى ليسمع أنين الأسيل ليطلق بني الموت لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أرشاليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب ده الصورة الجميلة النهائية أن كل نسمى فلتسبح الرب أن كل رقبة ستكسو باسم الرب يسوع ده المنظر الجميل بقى نفسنا نكمل الكلام الحلو بس خلينا نقف عند النقطة دي وأنا عايز أطلب من حضرتك تصلي مع المشاهدين اللي متألمين اللي في ظروف صعبة اللي بيتحقق فيهم الجزء الأول من المزمور الأيام صعبة ومليانة مشاكل وكده لكن عايزين نصلي ربنا يرفع عينهم عليه الله يبقى إلى الأبد وانت قلت لنا أن عنوان المزمور ده الإله الأبدي ففضلك صلي مع حبائنا المشاهدين تعالوا بنا نرفع قلوبنا للرب يا رب إلى من نلجأ وكلام الحياة الأبدية هو عندك شكرا يا رب ظروف صعبة أحباء بيعدوا فيها في بقاع مختلفة من العالم لكن بيجي لك بنفس واحدة وبنجي لك بإرادة واحدة وبقلب واحد بنطلب منك يا رب أنك تعزي وتقوي كل إنسان منكسر ومنحني كل شخص وقع عليه ظلم كل إنسان فقط بيت كل إنسان فقط أحباء كل إنسان فقط تعليمه أو مستقبله يا رب إحنا ما نقدرش نفهم حجم هذا الألم لكن أنت من السماء تنظر إلى أنين المسكين نعم يا رب يا رب بنرفع أحبائنا في كل البقاع اللي بيقع فيها تحت هذا الألم وبنصلي أن ترفع عنهم هذه المشقة بنصلي أنك تعطيهم عزاء وقوة وثبات في محبتك يا رب وفي خلاصك اللي عددته بنرفع صلاتنا في اسم المسيح آمين آمين شكراً لدكتور ناجي ربي باركك شكراً تأملات رائعة حباء المشاهدين نشكركم أنكم استضفتون عندكم الدقيق اللي فاتت ديت بنحب أنكم تتواصلوا معنا بكل وسائل التواصل الموجودة على الشاشة إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى نترككم في رعاية القدير والرب معكم اشتركوا في القناة